السلام عليكم ورحمة الله أثار اختفاء عدد من قيادات الحوثي تكهنات حول مصرها عقب تصعيد جو الأخير للتعهل في العربي بقيادة السعودية في صنعها والذي أصفر عن وفاة منذ بإيران لدى ميليشي الحوثي حسن إيرلو في ظروف غامضة والذي أعلن إيران وفاته بفولوس كورونا وتوقعت مصادر إعلامية مصر زاعم ميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي وتعرضه لإصابة بالغة إلى جانب قيادات أخرى من الصف الأول لميليشي الحوثي أبرزها مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحوثي وأشارت مصادر اختفاء عدد من قيادات الميليشية منذ ما قبل اعتراف إيران بمقتل مندوبها حسن إيرلو الذي توفي عقب أيامات من غير آراد جو عنيفة في صنعها والتي شهدت هدوءا منذ حوالي ثلاث سنوات ووضحت المصادر أنه رغم مرور مناسبات حوثية أبرزها ما يسمى بأسبوع الشهيد الذي اعتادت الميليشيات على إقامته أسبوع كامل وظهور زعيمها في خطابات متواصلة إلا أنه توارع عن الأنظار خلال الآوين الأخيرة ولم يظهر منذ تكثيف الغارات الجوية في صنعها وكان آخر ظهور زعيم الميليشيات وفق وسائل إعلام حوثية في التاسع عشر من ديسمبر 2021 حيث قالت إنه التقى بفودا من قبيلة واجتماعية من محافظات مأرب وشبو والبيضاء كما كان آخر خطاب له في الثامن عشر من الشهر ذاته بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد ولم يظهر عبد الملك الحوثي للتعليق على مقتل مندوب إيران لدى ميليشيات حسن إيرلو الذي ترجح الكثير من مصادر وفاته متأثرا بغارة جوية فيما ظهرت وثيقة لم يتم التأكد منها نشرها مسؤول حكومي إجلاء الحوثي برفقة مندوب الميليشيات إلى إيران وكانت مصادر متعددة توقعت إصابة رئيس ما يسمى بمسجل السياسي للميليشيات مهدي المشحاط في غارة جوية على معسكر الأمن المركزي في صنعها إلا أن وسائل الإعلام الحوثية نقلت عن المشحاط ورقية عزاء يوم التاسع عيون العشر من ديسمبر 2021 دون ظهوره على وسائل الإعلام منذ أسابيع